موسيقى على امتداد أكتر من ألف عام ومصر غنية بأثارها الإسلامية الرائعة اللي بتجمع ما بين جمال التكوين وتاريخ العمارة وفي رحلتنا للبحث عبر صفحات ودروب كتب المحروسة هنقرأ مفردات المكان وهنفك رموز الجدران في معجم لغة المساجد موسيقى من أسوار القاهرة الفاطمية بتقف جدرانه بفخر بين المساجد المملكية هو صاحب أبراج باب زويلة كل بيمر من هنا بينباهر بدخامة البنيان والمآذن العالية وصف بأنه أعظم من عرش بلقيس وإيوان كسرة هو سجن تحول لمسجد وفاء بندر صاحبه ومنشئه اللي جاء لمصر عبد وأصبح سلطان نحن الآن بين أروقة مسجد المؤيد شيخ السلطان السجين موسيقى بالقرب من باب زويلة وفي نهاية شارع المعز يقع مسجد المؤيد شيخ أحد أبرز المساجد الأثرية الشهدة على عظمة الحضارة المصرية والإسلامية القديمة أنشأ هذا الجامع العظيم المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي رابع سلطين الممليك الجراكسة موسيقى هذا الموقع الذي نحن فيه الآن كان في العصر الأيوبي في زمن الكامل محمد الأيوبي يقع فيه خزانة شمائل خزانة شمائل هذا سجن شديد العقوبة كان يحبس فيه الذين يحكم عليهم بالإعدام أو بالقتل من الصراق وقطاع الطرق وبالتالي كان شجداً شديداً رهيباً حتى أنهم عينما بدأوا فيه حدمه لإقامة هذا الجامع في موقعه وجدوا فيه العديد من الرمم والجسس والرؤوس لعدد كبير من الذين نفذ فيهم حكم الإعدام في هذه الفترة جاء المؤيد شيخ وكان مسجوناً في خزانة شمائل هذه الخزانة التي بني مكانها الجامع وداخل تأزى تأزياً شديداً ونظر أنه إذا تولى الملك والممليك عموماً كلهم كانوا طامعين أن يكونوا صلاطين فسيبني مكانها مسجداً جامعاً وبالفعل أوفأ بنظرهم وبنى هذا الجامع في سنة تملومية وطمانتاشر واستمر بنائي إلى سنة تملومية هو الملك المؤيد أبو النصر السيف الدين الشيخ المحمود الجاركسي ابن عبدالله المحمود الظاهري جاء إلى القاهرة عبد وكان عمره 12 عام مع تاجر كبير يدعى محمود ومنه أخذ المؤيد اسمه المؤيد المحمودي وقدمه إلى الأمير باركوك وكان وقتها كبير الأمراء فاعتقه وهتم بتربياته لأنه كان ذكياً يجد الفروسية ورمي الرمح والضرب بالسيف والمصارعة وصباق الخيل المؤيد الشيخ المحمودي كان من مماليك الظاهرية أي مماليك الظاهر برقوق في عصر ابن الظاهر برقوق حصلت خلافات شديدة جداً وكان سيئاً في الإدارة حتى أن شيرك المؤرخ المصر الإسلامية تقييد دين أحمد بن علي المقريزي الذي عاصر هذه الأحداث وصفه بأنه أشأ ملوك الإسلام وانتهى الأمر بقتله في دمشق سنة 515 وظلت مصر في فترة المملكية دون حاكم وتولى السلطنة لأول مرة في طريق المماليك أحد الخلفاء العباسيين الذين كانوا ينظر إليهم على أنهم خلفاء شرفيين فقط يمنحون الشرعية للسلطين المماليك وهم الذين صدفهم سنة 659 الظاهر بيورس البندق داري المؤسس الحقيقي لدولة السلطين المماليك في مصر واستمر ستة شهور سلطاناً إلى أن نودية بالمؤيد شيخ المحمودي ليكون سلطاناً فأعاد الاستقرار مرة أخرى إلى البلاد جامع نفسه تعرض في العصر العثماني للإحراق مرتين لأن نتيجة لبعض الصوار احتموا به فكان الوالي في القرن السبعتاشر طر أن يعظم الجامع عليهم حتى يخرجهم وبالفعل عندما جاء محمد علي باشا إلى السلطة كان هذا الجامع لا يوجد منه غير هذا الرواق الموجودين فيه وهو الرواق القبلة وعاد إلى معماري وأسري فرنسي اسمه باسكال كوست يعني يعيد بناء الجامع ووضع لنا بلانات ورسومات للجامع وهو الذي شهد هذه المناطق اللي نراها الآن اللي هي نحس أنها شكلها أجد من هذا الرواق مجموعة المؤيد شيخ تشمل جامع وضرحين وزخرت بمكتبة كبيرة أجمع عدد من مؤرخ عصرها لأنه كان محب للعلم والعلماء والقدار هذا السلطان الذي لم يقف فقط على بناء مسجد يتصل فيه الناس برب العالمين من خلال العبادات والطاعات إلا أنه أوقفه أيضا للعلم فكان هذا السلطان يحب العلم ويدرك أن أهل العلم هم خلاصة الوجود وهم أمنة الله على خلقه وهم الذين يحفظوا الله بهم هذه الأمة من الزيغ والضلال لذلك كان يحب أهل العلم وكان يجالسهم وكان يجل الهدي النبوي المشرف وكان يذعن له حتى إنه من حبه للعلم ومن التزامه بالهدي النبوي المشرف كان إذا تخاصم إليه متخاصمين أو متحاكمين وأراد أن يذهب إلى قاد الشرع فكان يعجب هذا الأمر ولا ينكره زود هذا المسجد الذي تم بنائه فيما يزيد عن ست سنوات هذا المسجد زوده بخزانة من الكتب ليحدث تعبئة معرفية فكرية ثقافية فقهية أصولية تتناسب مع عصري الذي كان فيه فيصنع وعيا لهذا المجتمع ويصنع وعيا لهذه الشخصية المصرية في زمانه كان السلطان المؤيد شيخ يتسم بقيم الورع حتى إنه إذا أراد الخطباء على المنابر أن يدعو له كسلطان وكحاكم كان يوجههم إلى أن ينزلوا درجة عن الدرجة الأولى لماذا؟ حتى لا يذكر اسمه في موضع ذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى واسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا السلطان له شيء من قيام بالليل إلى التهجد بالليل وكان يلتزم الورع ولم يصدر منه أي شيء ينسب إلى البدع شغف المؤيد شيخ بالعمارة دفعوا لبناء أجمل وأروع طقفة معمارية بالعصر المملوكي وده بيظهر بشكل كبير جدا كمثال في الأبواب المبسوة بالنحاس والشبابيك ذات الهندسة والأشكال المعمارية يتكون المسجد والمدرسة من صحن أوسط تحيط به أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة يقع المدخل بالجانب الشرقي من الواجهة الرئيسية ويغلق على فتحة الباب بابا خشبيا مصطح بالبرونز نقله السلطان المؤيد من مدرسة السلطان حسن مسجد المؤيد شيخ هو مسجد مبني على نمط نحن بنسميه المسجد ذو الأروقة الأربعة طبعا الأروقة الأربعة هم نتجه لأن يوجد بداخل كل مسجد من هذا النمط صحن كبير وبالتالي له أربع واجهات كل واجهة منهم بنسميها رواق دخولي بقى إلى الأروقة الأربعة حيكون ما بين المجموعة من العقود المستندة إلى أعمدة رخامية فيها زخارف طبعا أي حد حينظر إلى هذه الأعمدة الرخامية ويلاقيها البدن بتاعها كامل من الرخام والنهاية بتاعتها من تيجان من الأعمدة الرومانية أما عن جدار القبلة فيتوسطه محراب مجوف ماليء بالرخام وحافل بمختلف الزخارف والألوان ويجاور هذا المحراب من جهة اليمين منبر خشبي كبير وغطي هذا الرواق بصقف خشبي من أرقى نماذج السقوف الخشبية في عمارة مصر الإسلامية إذا كان الصحن خارج من هذه الفوارة أربع أضلاع اللي هي الأروقة الأربعة فحوائط أو وجهات هذه الأروقة تزدان في نهايتها بما نطلق عليه عرايس السمى عرايس السمى دي طبعا حكاية كبيرة جدا وحتى بالاسم منها كلمة عرايس والسمى يعني فيها جزء من الأدمية أننا سميها عروصة كما لو كانت هذه العرائس تهلل في آخر صف من صفوف الأحجار وقبل أن تشاهد عينك السمى أنت بتشاهد عينك الأول عرائس السمى مفردات لا يمكن أن يخلوا منها أي مسجد وهي القباب والمآذن طب القباب عادة تعلو إيه؟ القباب تعلو إما موقع الإمام وإما تعلو القباب موقع أكبر شام موقع الإمام وده في عصر المماليك ده المقصورة ده نطلق عليه المقصورة في بعض المساجد وإما تعلو الأضرح القباب لأن ليست لها نهاية يعني هي فيها الأفق بتاعها غير الشكل المربع الممكن أو المكعب اللي يغطي المكان القباب بسبب أن ما فيهاش أي انكسار هي عادة قباب يطلق عليها قباب السماوية للجامع مئذنتان متشابهتان كالتوأم كان لهم دور كبير خلال العصر المملوكي خاصة أنهم فوق بوابة زويلة في استقبال كل الوفود والأمراء والملوك عند قدومهم للعاصمة القاهرة المسجد يعد فخر العمارة المملوكية وأجمع كتير من المؤرخين على أهميته ومقريزي قال عنه أنه الجامع لمحاسن البنيان والشاهد على فخامة أركانها ترجمة نانسي قنقر